وصفة كرات اللحم السويدية منصف كرات اللحم من مستر كليفرز بالصنية ومن داخلها الفرن مباشرة بدون إذابة التجميط لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 250 منحضر البطاطة المهروسة نهرس البطاطة المسلوقة ومنضيف لها الزبدة ومنخلطها كويس منضيف التوم المهروس والحليب ثم يضاف الملح والفلفل الأسود منخلطها تماما كمان مرة وهيك صارت جاهزة هلأ منجهز الصاص منسيح الزبدة ومنضيف لطحين منضيف مرق اللحم الملح والفلفل الأسود نخلطها كويس لحتى تصير لزجة وتكون جاهزة وهيك طبق كرات اللحم السويدية صار جاهز تقبل الله صيامكم وعليكم بالعافية